اشتركوا في القناة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يطيب الفريق الرسات الفضائية أن يهنئ الشعب الإيرتري عامة والمسلمين خاصة بحلول شهر رمضان المبارك سائلين الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وعلى بلادنا بالحرية والانعتاق المشاهدون والمستمعون كما عودناكم دائما وأبدا نستهل برنامجنا بنشرة الأخبار إليكم فيما يلي عنوينها النظام الإيرتري يمنع تواصل الجنود العائدين من الحرب في أثيوبيا مع ذويهم خوفا من تصرب معلومات عن الجنود المفقودين أثيوبيا تعين حاكما إداريا جديدا لإقليم التجراي والبرلمان يرفع اسم جفة التجراي من قائمة الإرهاب وقوات خفر الصواحل التونسية تنتشل جثث مهاجرين غير شرعيين وتضبط نحو ثلاثة آلاف مهاجر غير شرعي كانت تلكم سيداتي سادتي عنوين الأخبار وإليكم التفاصيل من إرسات الفضائية المستقلة في الوقت الذي أعلن فيه اكتمال انسحاب القوات الإيرترية من شمال أثيوبيا بعد تحقيق أهدافها كما قال النظام لا يزال الغموض يقتنف مصير مئات الجنود الإيرتريين الذين انقطعت أخبارهم عن ذويهم وأفادت الأنباء أن النظام يفرض حصارا مطبقا على أخبار الجنود العائدين من الحرب ويمنعهم من التواصل مع أهليهم بهدف التعتيم على أخبار الجنود المفقودين وهو ما أدى إلى قلق متنامي لدى أسر هؤلاء الجنود من أن يكون أبناؤهم قد سقطوا ضحايا في هذه الحرب ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل إن النظام منع العائلات التي تمكنت من معرفة سقوط أبنائها في هذه الحرب منعهم من إقامة سرادق العزاء وبدأت عن عصره الأمنية تستجب تلك العائلات وتعاملهم بطريقة قاسية مستخدمة التهديد والتقويف لثني هؤلاء المكلومين من أظهار حزنهم وأضافت المصادر بأن ما يتم التواصل إليه من المعلومات لبعض الأسر هي تلك التي يسربها الجنود الذين يترددون إلى المشافي لتلقي العلاج في خطوة جديدة لتعزيز اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في جنوب إفريقيا عينت الحكومة الأثيوبية جيتاك يردى حاكما إداريا لإقليم تيجراي وقال مكتب رئيس الوزراء الأثيوبية الخميس إنه تم إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيجراي شمالي البلاد وهو ما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة السلام لإنهاء الحرب في هذا الإقليم المضطرب وذكر البيان أن مجلس الاتحاد شكل الإدارة المؤقتة وأن رئيس الوزراء أبي أحمد عين جيتاك يردى رئيسا لها هذا وشغل ردى منصب وزير الاتصالات بالحكومة الفيدرالية في عهد رئيس الوزراء هلماري عمد السالين ويأتي تأسيس إدارة مؤقتة لإقليم التيجراي في إطار اتفاق سلام تم توقيعه في جنوب إفريقيا في نوفمبر من العام الماضي بين الجفة الشعبية لتحرير التيجراي والحكومة الاتحادية لإنهاء الحرب بالمنطقة ووقع ردى مع روان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء وقع اتفاق السلام الذي توسط فيه الاتحاد الإفريقي وينص الاتفاق على إقامة إدارة إقليمية مؤقتة شاملة حتى إجراء الانتخابات وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من مصادقة البرلمان الأثيوبي على رفع اسم جفة تحرير شعب تيجراي من قائمة الإرهاب فواحد من بنود اتفاقية بريتوريا للسلام الموقع بين الحكومة والجفة في نوفمبر من العام الماضي وكان قد صوت معظم المشرعين البالغ عددهم 547 عن إزالة الجفة من قائمة الإرهاب مقابل عتراض واحد وستين نائبا وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت وذلك وفقا لما أوردت الهيئة الإذاعية الحكومية في النبأ الأخير لهذه النشرة ضمن مآسي المهاجرين غير الشرعيين المستمرة تمكنت قوات حق السبعين عملية هجرة غير النظامية في سواحي المدنسة فاقص باتجاه إيطاليا خلال الفترة نفسها وكان مسؤول قضائي قال لوكالة رويترز يوم الجمعة الماضي إن 34 مهاجرا إفريقيا على الأقل مفقودون بعد غرق قارب جديد فارقة من جنوب الصحراء بهذا وأصلوا إياكم سيداتي سادتي إلى ختام نشرة الأخبار لهذا اليوم تقبلوا تحياتي محدثكم إدريس سليمان خليفة في التحرير والتقديم والترجمة مقرونة بتحية الزملاء في القسم العربي الأستاذ أحمد شريف الإشراف والمتابعة وعوتس فيهنس كداني في الإخراج والمنتاج وإلى أن ألتقيكم مجددا في نشرة قادمة لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته